الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم يا رب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تعفو فأنت به جدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة خير آداء وبلغ الرسالة خير البلاء ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين ما ترك شيئًا يُقرِّبنا إلى الجنة ويُباعِدنا عن النار إلا وأمرنا به ما ترك شيئًا يُقرِّبنا إلى النار ويُباعِدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه تركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك فاللهم جزهي عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه ورسولًا عن أمته اللهم وأوردنا حوضًا واسقنا بيده شربةً هنيئةً لنظمأ بعدها أبدًا والحقنا اللهم به في الفردوس الأعلى غير مُبدِّلين ولا خزايا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وإن شرَّ الأمور مُحدثاتُها وإن كل مُحدثةٍ بدعة وإن كل بدعةٍ ضلالة وإن كل ضلالةٍ في النار وما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثر وألها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد أحبتي في الله بادئ ذي بدين أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا جميعًا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا اللهم كما سلمتنا إلى رمضان فتسلمه منا مقبولًا مبرورًا واجعلنا فيه من عُتقائك من النار واكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنة الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة المؤمنون قد أظلكم شهرٌ عظيمٌ مبارك ألا وهو شهر رمضان شهرٌ جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعًا شهرٌ من تقرب فيه إلى الله بخصلةٍ من خصال الخير كانك من أدى فريضةً فيما سواه من الأشهر ومن أدى فيه فريضةً كانك من أدى سبعين فريضةً فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة من فطَّر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه وعطقًا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجورهم شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطِّر عليه صائماً قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي ذلك الأجر لمن فطَّر صائماً على تمره أو على شربة ماء أو على مزقة لبن وهو شهرٌ تفتَّح فيه أبواب الجنة فلا يُغلَق منها باب وتُغلَق فيه أبواب النار فلا يُفتَّح منها باب وتُصفَّد فيه مردة الشياطين ويُنادي مُنادٍ من قبل الله تبارك وتعالى أن يَا باغي الخير أقبل ويَا باغي الشر أقصر يَا باغي الخير أقبل يا من تريد الخير يا من تريد المغفرة يا من تريد العذق من النار يا من تريد الفردوس الأعلى يا من تريد مجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أقبل يُنادي مُنادٍ من قبل الله تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل يا من تريد قراءة القرآن الكريم في رمضان أقبل يا من تريد قيام الليل وصلاة الترويح وصلاة التهجد أقبل يا من تريد صيام النهار وقيام الليل أقبل يا من تكثر من الدعاء أقبل يا من تريد غض البصر وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة أقبل يا من تريد صلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الجوار أقبل يا باغي الخير أقبل أقبل فهذا هو السوق هذا هو الميدان هذا هو الأوكازيون السنوي في رمضان أقبل ويا باغي الشر أقصر يا من تريد الحرام ليس لك مجال في رمضان يا من تريد النظر إلى المحرمات ليس لك مجال في رمضان يا من تريد أن تأكل الربا وتتعدى على المحرمات ليس لك مجال في رمضان يا من تريد أن تنتهك حرمات الناس وتقطع الأرحام وتسيء الجوار وتعق الوالدين وتخاصم المسلمين ليس لك مجال في رمضان ليس للنار مجال في رمضان يا باغي الشر أقصر هكذا ينادي ربنا تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ألا من مشمر للجنة أيها الإخوة الكرام نحن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك الذي جعله الله تبارك وتعالى منحة لهذه الأمة ونعمة لهذه الأمة كما جاء في الصحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذا شهر يغفر الله تبارك وتعالى فيه الذنوب ويحط فيه الخطايا كما جاء في الطبران ورواة وثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث بقلبك قال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان انظر إلى الكلمة وفي رواية جاءكم رمضان كلمة جاء فيها من المفاجأة فيها من البغتة هكذا رمضان يأتي بغته نحن لم نستعد لاستقبال رمضان نحن لم نهيي قلوبنا لاستقبال رمضان فجأة وجدنا أنفسنا اليوم هو خامس أيام شهر رمضان المبارك ومثل اليوم وبعد اليوم تجد نفسك نودع رمضان هكذا النبي يقول أتاكم رمضان شهر بركة نعم شهر بركة يغشاكم الله فيه انظر إلى الكلمات الكلمات أنا لا أريد أن نفسرها هكذا تظل برونقها الذي غرسها به النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان ما له الشهر ده شهر بركة في أي شهر البركة ده يغشاكم الله فيه في الأشهر العادية تغشان الملائكة وتحفنا الرحمة لكن في رمضان يغشاكم الله فيه فينزل الرحمات ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويباهي بكم الملائكة وينظر إلى تنافسكم في الخيرات فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل أي في رمضان الحديث مرة ثانية والله كلما قرأت الحديث كلما أثر فيه كثيرا اسمع كلام حبيبك النبي بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان أي رمضان يعني كل شهر زي بعضه وخلاص أنتوا هتعملون قصة من رمضان رمضان أي رمضان يعني لا ده رمضان يختلف ده رمضان موضوع تاني خالص أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمات مش رحمة ينزل الرحمات ويحط الخطايا ويرفع الدرجات وينظر إلى تنافسكم في الخيرات ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أيها الإخوة هو شهركم الذي تنتظرون شهر رمضان المبارك يا من أسرفت على نفسك وأذنبت كثيرا قد جاءك شهر المغفرة يا من قصرت في حق الله تبارك وتعالى قد جاءك شهر المغفرة يا من قضعت الأرحام وأسأت الجوار وأعققت الوالدين قد جاءك شهر الصلة وشهر المغفرة وشهر الرحمة ألا فاغتنمه رمضان سوق قام قد قام الآن سوق رمضان هيا بنا نغتنم هذا الشهر العظيم كما جاء في الأثر إذا فتح لك باب من الخير فأسرع على الدخول فيه فإنك لا تدري متى يغلق إذا فتح لك باب من الخير فأسرع على الدخول فيه فإنك لا تدري متى يغلق لا تدري هل تكمل رمضان أم لا تكمل رمضان لا تدري هل ندرك ليلة القدر أم نموت قبل ليلة القدر لا ندري هل ندرك ليلة أخيرة من شهر رمضان وليلة العيد أم يأتي علينا العيد ونحن عند الله تبارك وتعالى أسأل الله لكم طول العمر وحسن العمل ونحن معكم أجمعين هكذا يا إخوة لابد من اغتنام هذا الشهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته ويقول لهم ألا من مشمر للجنة يا حدث الصحابة هي الجنة المفتحة دي التي لها ثمانية أبواب ثمانية أبواب يا سلام والباب له مصرعين مصرعين يعني لنا ضلفتين زي باب المسجد كده ضلفتين مش واحد لباب الجنة مصرعين والجنة ليس لها باب واحد ثمانية أبواب يبقى كل باب له مصرعين يبقى عندنا ستاشر مصرع طب خاله طب كلام جميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة الثمانية على مصرعيها كوني دي مفتوحة الباب الواحد أو المصرع الواحد اتساعه ما بين المشرق إلى المغرب دا الباب الواحد اتساعه ما بين المشرق إلى المغرب طب لما يكون تمانية في اثنين باستاشر كلهم بهذه الطريقة يقول النبي والذي نفسي بيده إنكم لتتزاحمون على الأبواب زحاما من شدة الزحام رحمة الله واسعة اغدان في رمضان يعني لليس نايم في رمضان متى يستيقظ اللي ما زال نايما إلى الآن لم يفتح مصحفا ولم يشهد تهجدا ولم يشهد قياما ولا تراويحا متى يستيقظ أخي بالله عليك لما دخلنا جامعة الأزهر وجزى الله الأزهر عننا خيرا في أول يوم دخلنا الجامعة ما زلت أذكرها ما زلت أذكرها قال لنا شيخنا كن مستعدا ولا تنم كانوا يربوننا قبل أن يعلمونا كن مستعدا ولا تنم فالجنة مزدهرة والنار مستعرة يعني خليك مستيقظ خليك صاحي الجنة مزدهرة والنار كذلك مستعرة أنت الآن في رمضان في سوق قام هل تغتنم أم تتظل تظل في كسل إلى متى النوم إلى متى الغفلة إلى متى البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى كن مستعدا ولا تنم فالجنة مزدهرة والنار كذلك مستعرة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الناس الجنة المفتحة دية ألا من مشمر للجنة المشمر يعني كده مستعد للجنة كده ومشمر عشان ينطلق للجنة شو واحد قاعد كسلان خامل يفطر في البيت فيسقل الطعام وهأتي في صلاة الترويح يتململ وحاسس بكسل وحاسس بخمول ما ينفع هذا المسلم عنده النشاط والحيوية والدفعة للخير والحب مضى عهد النوم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تقول كتب السيرة قد جمع جمعت حياته النبي في كلمتين الناس بتحب تنام كتير وبالنسبة لها رمضان شهر النوم ينام من الصبح لحد الظهر وينام في الويك اند وينام في الويك دايز ما ينفعش هذا لا يصح مع المسلم أبدا المسلم يعمل فعمله عبادة وعند راحته ينام يقول النبي نوم الصائم عبادة حديث صحيح نوم الصائم عبادة انت لما تتشتغل وتتعب وتروح تريح لك ساعة ولا ساعتين وتنام هذا النوم عبادة تتعبد بها الله سبحانه وتعالى لن نريد الكسل نريد الدفع والانضلاق إلى الخير والدفعة إلى الحق جمعت حياة النبي في كلمتين سنتين الكلمة الأولى عندما نزل من الغار قالت له خديجة هي تزمل وتدسره قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة قالت له نم يا رسول الله قال مضى عهد النوم يا خديجة دي الكلمة الأولى مضى عهد مضى عهد النوم نوم لسه عن نام نحن سنة 2011 أخوال حبيب اصحى الله يكرمك نميني عم نصعدة القمر ونستحركة العالم تقدم ونحن لسه ننام نحن في عهد الصورات العربية والنطج العربي لسه ننام نصحى خلاص عهد النوم تنتهى كنا ننام قبل 2011 أما من الآن لا نوم بعد اليوم هذه رسالة الإخوة يتقدموا للإمام جزاكم الله خيرا يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تزاحم وتراحم وأسأل الله أن نتزاحم في الجنة الإخوة يتحركوا بالله عليكم حتى لا يتخطى إخوانكم الرقاب ويفسحوا الطريق للمرور الخلفي أسأل الله أن يزيد المسلمين ولا ينقصهم أبداً يا رب العالمين الله يباهي بكم ملائكته الآن بربك سبحانه وتعالى بنادينا النبي يقول له لا نوم بعد اليوم يا خديجة مضى عهد النوم يا خديجة ذي الكلمة الأولى مضى عهد النوم وانطلق في عبادة ربه أخذ يصلي حتى تتورم قدماه ويصوم الاثنين والخميس ويتصدق وينفق ويعمل من الخيرات حتى كانت آخر لحظة في حياة النبي وهو ينام على فراش الموت بأبيه وأمي دخلت عليه فاطمة تبكي وتقول وكرب أبتاه فالنبي ألها الكلمة التانية في حياته قال لا كرب على أبيكي بعد اليوم يا فاطمة يبقى حياة النبي في كم كلمة كلمتين نقولهم تانية الكلمة الأولى لا مضى عهد النوم بعد اليوم يا خديجة مفيش نوه المسلم المجدهد لا نوم في حياته لا كسل في حياته لا يعرف للنوم سبيلاً ولا يعرف النوم له سبيلاً مضى عهد النوم طب لما وصل لحد الموت وبتبكي بتقول له واه كرب أبتاه قال لا كرب مين خلاص بقى لا كرب على أبيكي بعد اليوم غداً نلقى الأحبة خلاص نحن نرحل لربنا سبحانه وتعالى احنا بقولوا لنهاردة احنا اين نحن من هذه الحركة النبي يقول للصحابة ألا من مشمر للجنة يحس الصحابة ألا من مشمر للجنة فإنها شوف الجنة ريحانة تهتز يا السلام على الكلام الذي يقطر عزوبة ريحانة تهتز وإيه كمان وقصر مشيد تب تسكن في بيت هنا تدفع بلت وتدفع غزو وتدفع كهرباء وتدفع دمك في بيت أي كلام وليك جوار سيئين ده يشتكيك لأولد عمل حي لا لا شوف الجنة الجنة دي فري لكن التامن ندفع في الدنيا انت دفعت التامن في الدنيا ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله للجنة هي دي سلعة ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسها ومؤمالهم ده التامن بأن لهم الجنة أسأل الله لي ولكم جميعاً الجنة رب العالمين دي قضية احنا ألا من مشمر للجنة فإنها ريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد يا سلام ونهر مضطرد هو النهر لموج الأنهار ما فيها أمواج لكن أنهار الجنة فيها أمواج ريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وحوراء في الجنة الصحابة قالوا نحن المشمرون قال قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فقولوا جميعاً إن شاء الله نحن المشمرون هكذا يا إخوة لابد أنك تتحرك الصيام جاء لكي يدفعنا إلى الله سبحانه وتعالى الصيام كان منحة من ربنا سبحانه وتعالى لتقوية إرادتنا إلى الخير ما شرع الصيام إلا لتقوية إرادة الإنسان المسلم إحنا الإنسان فينا ضعيف الإنسان فينا قد يهزم أمام شيطانه فربك سبحانه وتعالى قال لك إذا هو الشيطان بيتحكم فيك أنا سوف أعطيك منحة من الله تعينك على شيطانك إيه المنحة؟ الصيام فكرين طالوت وجالوت دول كانوا طالوت هذا كان ملكا من ملوك بني إسرائيل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الجماعة اللي كانوا مع سيدنا اللي من بعد سيدنا موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله المجموعة من بني إسرائيل قالوا له يا رب ابعث لنا ملك من الملوك ملوك الأرض وليس ملوك السماء عشان يأخذ بأيدينا نقاتل أعداءنا فربنا بعت لهم ملك اسمه طالوت وكانوا ألوف ألوف هذا بسموه في اللغة العربية جمع الجمع احنا عندنا الألف هذا مفرد جمع ألف آلاف جمع الآلاف ألوف اسمه جمع الجمع وهم ألوف حذر الموت كانوا ألوف كثيرة خرجوا مع طالوت عليه السلام طالوت ذهب بهم ليقاتل الأعداء ماذا حدث؟ أراد الله أن يختبر هذه الألوف شوف عندهم إرادة قوية ولا إرادة كده زي إرادة بتاعة حلاتي إرادة تعبانة كده فربنا يختبرهم بإيه؟ بالصيام فلما فصل طالوت بالجنود مع ألاف مؤلفة يوديون فين دول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قال لهم قدامكم نهر فيه مية اللي حيشرب منه ما ينفعش يجهد معانا واللي مش حيشرب هو اللي يكمل معانا لكن لو خد غرفة واحدة يجوز شوفوا القرآن وليه؟ فشربوا منهم الجيش كله شرب الألاف المؤلفة شربت المية إلا قليلا منهم مجموعة قالوا القليل اللي ما شربش كانوا 314 أو 317 بعدد المسلمين في غزوة إيه؟ في غزوة بيد هم دور القلة اللي ثبتوا وصبروا واحتسبوا فشربوا منه إلا قليلا منهم ما نفعش هزموا في معركة إيه؟ في معركة الإرادة ونجى منهم 314 هم دور اللي عدوا النحية التانية وهم دور اللي عبروا النهر وهم دور اللي انتصروا وقال الله في حقهم ولما برزوا لجلوت وجنوده قالوا القلة 314 مش الألاف ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلا حصل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جلوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء يبقى الصمص معركة الإيه؟ عاوزين نحفظ الكلام ده؟ معركة الإرادة الإرادة ربك لما يختبر الإنسان ويختبر إرادة ويختبرها بالإيه؟ بالصيام سيدنا آدم أكل من الشجرة مش كده؟ ربنا قال له كل من الجنة كلها إلا شجرة واحدة دي عاوزة إرادة يكون عندك عزمة وعندك إرادة فسيدنا آدم كانت لعزمة بتاعته ضعيفة والإرادة بتاعته ضعيفة يعني رصب في اختبار الإرادة ربك قول إيه؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهْوِهِ عَزْمَة ما عندهش عزم عزم ضعيف يعني ما عندهش إرادة ربنا قال له يعني أنت رصبت في اختبار الإرادة يا آدم انزل للأرض طب ربنا حيختبره بالإيه؟ بالصيام حيقوي عزمته تاني بالصيام نزل آدم للأرض أول منازل الأرض هو هو وزوجته حواء آدم جعان عاوز يأكل في الجنة كان بيعمل إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى عاوز تاكل تاكل عاوز تشرف تشرف لكن في الأرض لأ فعاوز يأكل فقال له ربنا نزلوا سيدنا جبري قال له نعاوز نأكل قال له لأ مش في الجنة حضرتك ننت في الأرض قال له يعني أخذ هذا الحب حب الشعير والقمح وانصر الحب فنثر الحب قال له طب بعدين عاوز أكل قال له أحرص الأرض عملة الحرص حرث قال انتظر حتى ينزل المطر فنزل المطر فنبت القمح والشعير قال له ناكله كده أخضر قال انتظر حتى ينضج لما يكبر ويكتمل إلى آخره ويكون يستوي على سوقه فلما نضج أعطاه آلة حداء إداله حاجة يقضع بها القمح قال أحصد القمح فحصد القمح قال أكله هكذا ناكل القمح محصود فقال لا بل أعطاه حجرين وعلمه كيف يطحن القمح فطحنه حتى صار دقيقا قال أكل هكذا قال انتظر ضع عليه من الماء وعلمه الزيعج العجين كل هذا في الأرض هو جعان آدم عليه السلام هكذا في ابن كسير فعجنه قال أكله هكذا ناكل كده معجون قال ضعه عند قرص الشمس فوق الجبل عمل رغيف كبير كده والوضعه فوق الجبل وانتظر حتى تنشفه لك الشمس فانتظر فلما يبسه ناشف خلاص أراد آدم أن يأكل قال انتظر حتى تغرب الشمس تكون بذلك صمت يوما كاملا سنة لك ولبنيك إلى يوم القيامة اقرأ القرآن كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ايه هم دول من قبلك ده تفسير القرآن كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يظل آدم إلى أزان المغرب يظل اخوانا يتقدموا الأمام يظل آدم إلى أزان المغرب وعند الغروب يأكل آدم فيكون ذلك صياما لتقوية إرادته أو كما قال التأب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وبعد أيها الجمع الكريم حتى لا أطيل عليكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا وأكثر ما يكون جوده في رمضان فكان كالريح المرسلة النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا في غير رمضان وأجود ما يكون في رمضان فكان أجود من الريح المرسلة ونحن الآن قد دخلنا رمضان ألا فلنظهر من أنفسنا ونري ربنا تبارك وتعالى مننا الجود بإخراج زكاة أموالنا وبإنفقنا على بيوت الله تبارك وتعالى ونحن هنا في هذا المجتمع الأمريكي في بيوت الله وهذا بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لأول مرة نشهد جميعا فيه رمضان ونعلم جميعا أن هذا المكان لم يكتمل بعده نفقاته ولم يكتمل بعده إن شاء وقد تروا جميعا إخوانكم القائمين عليه بفضل الله سبحانه وتعالى لم ينقصوه شيئا وذلك بجهدكم أنتم لا بجهد غيركم ومن أموالكم أنتم لا من أموال غيركم فليست هناك جهة تدعمنا وليست هناك مؤسسة مسؤولة عن هذا العمل فليست مصر تدعمنا وليست السعودية تمولنا بل كلها من جيوبكم أنتم أنتم وصدق من قال إن هذه الأمة أمة غنية وإن هذا الدين دين عزيز لأنه يمتلك كل ما في جيوب أصحابه كثير من إخواننا يؤجلون إخراج زكاة أموالهم إلى شهر رمضان وهذا شيء لا غبار عليه هذا شيء طيب لا حرج فيه عندما تخرج زكاة مالكة في رمضان هذا شيء طيب في البلاد العربية نحن لا نخرج الزكاة إلى المساجد لأن هناك مؤسسات تنفق على المساجد أما في بلاد الغرب وفي أمريكا زكاة المال تخرج للمساجد كذلك كما تخرج للفقراء بل هي للمساجد أولى حيث أن المساجد تكفل الفقراء وتنفق كذلك عليهم فإننا من هذا المكان مكان النبي صلى الله عليه وسلم نهيب بإخواننا من كان عنده زكاة مال فالمسجد فيه مكان لاستقبال زكاة الأموال وكذلك عندنا مجموعة من الأسر وقد رأيت بعيني رأسي والله مجموعة من الأسر ومن الأرامل ومن المحتاجين ومن العجزة من ينفق عليهم من المسجد من صندوق المسجد ومن يدفع إيجاراتهم من صندوق المسجد ومن ينفق على أولادهم في طعامهم وشرابهم من صندوق المسجد وذلك كله بجهدكم أنتم وبطعامكم أنتم وبنفقاتكم أنتم أذكركم بقصة الرجل الذي كان يحتضر وهو يموت فقال يا ليته كان كاملا يا ليته كان بعيدا يا ليته كان جديدا كم بيموت أن هذه الكلمات السلاس فلما أفاق من سكرات الموت واحد صاحبه جنبه بيسأله قلت يا ليته كان بعيدا يا ليته كان جديدا يا ليته كان كاملا ماذا كنت تقصد قال له لقد جأني فقير يسألني طعاما وكان أمامي رغيف فقسمت الرغيف نصفين أعطيت النصف وأخذت النصف وأنا أحتضر الآن رأيت سواب النصف الرغيف فقلت يا ليته الرغيف كان كاملا وكنت أصلي إلى مسجد بجوار داري فلما رأيت سواب الخطوات والمسجد قريب قلت يا ليته المسجد كان بعيدا وذات يوم جأني فقير يسألني الصدقة فأعطيته ثوبا باليا قديما فلما رأيت ثوابه قلت يا ليته الثوب كان جديدا بالله عليكم إخوة ربنا بقول وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا في رمضان ألا فلنري ربنا خيرا من أنفسنا بصلاتنا وبقيامنا وبدعائنا وبمحافظتنا على صلاة القيام وعلى صلاة الفجر وعلى الصلوات في جماعة وبختم القرآن الكريم في رمضان وبغض البصر في رمضان وبترك المحرمات وخصوصا التدخين يا إخوة أين إرادة الإقلاع عن التدخين التدخين محرم أين إرادة الإقلاع عن التدخين في رمضان ثم بإنفاقنا أروا ربكم من إنفاقكم خيرا فهذا قائم بجهدكم وبإنفاقكم أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة واجعل افتراقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا شقي ولا محرومة اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا اللهم لا تخرجنا من مسجدنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم نقسم عليك أن تكتبنا جميعا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين جميعا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار واكتبنا من أهل الجنة الأبرار انصر الإسلام وأعز المسلمين احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلد من بلاد المسلمين اللهم عليك من آذى المسلمين ومن شرد المسلمين اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى أعنا على صيام رمضان وقيامه أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وصل لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله